في سعيها للوصول إلى الحكومة الإلكترونية الكاملة تداول المغردون بفخر واعتزاز خبر حصد الكويت لثلاث جوائز ممثلة بوزارة الأشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وذلك في احتفالي جوائز التميز في المنطقة العربية بدورتها الثامنة بالعاصمة المصرية القاهرة تحت عدوان درع الحكومة الذكية العربية 2017 فقد حصدت وزارة الأشغال العامة جائزتين الأولى عن تطبيق نظام مستكشف المشاريع الجغرافي الذي تتم من خلاله متابعة مشاريع الوزارة بعرضها على خريطة الكويت مدعمة بوصف وسور وعنوان كل مشروع أما الجائزة الثانية فجاءت عن تطبيق طوارئ الأشغال 150 المخصص لتلقي الشكاوى والذي يلتقط سور الشكاوى وتحديد موقعها الجغرافي وكانت الجائزة الثالثة من نصيب تطبيق الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي يسهل على جميع الجهات المستفيدة متابعة المناقصات العامة من دون الانتظار فضلا عن تحقيق مبدأ الشفافية في عمل الجهاز